المجلس الأعلى المنسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنا مع عيد الفطر المبارك مؤكدا أن هذه الخطوة الكريمة لتؤكد النهج الحكيم لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في رفع نواء الإنسانية وإعلاء قيم التسامح والتراحم كأساس للتنمية الشاملة وفي سياق آخر رحب المجلس بنعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين على أرض مملكة البحرين منتصف الشهر المقبل أكد المجلس أن هذا الاجتماع المبارك يأتي في ظروف دقيقة وحساسة تمر بها الأمة العربية مما يعطيه أهمية خاصة دارعا إلى الله تعالى أن يوفق أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب ويقلل أعمال قمتهم بالنجاح والتوفيق لما فيه تعزيز عرى التعاون والترابط والتنسيق المستمر ولما يثمر قرات موفقة وحكيمة عالج القضايا ذات الأولوية والأهمية خصوصا ما يتعلق بدعم ومناصرة القضية الفلسطينية العادلة بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرج على جدول أعماله واستهلها بالإطلاع على مذكرة الأمالة العامة بشأن الدورة الرابعة لمسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت القارئ العالمي وأعرب المجلس في هذا الصدد عن شكره العميق لجلالته أيضه الله على تفضله برعاية هذه المسابقة العالمية الرائدة كما عبر المجلس عن تهنيه الصادقة للفائزين وذويهم والمؤسسات والدول التي ينتسبون إليها بما حققوه من نجاح مشرف في ميدان تلاوة كتاب الله تعالى وتجويده وحفظه ثم استعرض المجلس تقرير لجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها بشأن متابعة تنفيذ خطة المجلس في إعمار الجوامع